اسعد الله مساءكم اخوان وحباب المتابعين. الله يعطيكم العافية ويعطيكم الصحة ويرزقكم النية الطيبة والدرية الصالحة. واسعد الله مساءكم. واسعد الله ايامكم. واسعد الله اوقاتكم. ويعطيكم العافية. خلينا نصلي على النبي اخوان اليوم. خلينا نبدأ يومنا بالصلاة على النبي. طبعا اخوان اعذروني انا من ايش بحكي اليوم لاني انا بصراحة عندي اليوم شغل بسطورة على السطح. يعني اليوم عندي تنظيف عند الزواجد مش بس تنظيف يعني الله يعيني اليوم وقسم بلا لحالي هشتغل لحالي وشوية بصراحة يعني عندي مشكلة بيدي التنتين هانا ألم هان عندي الكتاف من هان ولكن ان شاء الله رح حاول أخلصها طبعا هي هتخلص هتخلص وانا بشراحة اخترت ان اشتغلها لحالي لسبب واحد عشان اشتغلها بمزاك عشان انظفها بمزاك هي يعني مش هنظف التنظيف اللي بالك فيه لانه احنا برضو بغيار ريش وحيطلع ريش من هانا وطيران من هانا وطير يطير من هانا يطير زبالة من هان بس رح انظفها زائد رح ارتب التنك في مكانه فبتمنى منك يا صديقي لازم تعرف هالشغلة الصغيرة اني اقسم بالله هتعب والله العظيم هتعب بالحلقة هاي لاني مصورها لحالي هتعب 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 فيا صديقي العزيز بتمنى منك بس لايك عقدر تعبي اذا شفتني عن جد هتعبت بالفيديو هال حط اللي لايك عسين تعبي خلينا اشوف قديش الناس مقدرة تعبي في الحلقة هاي بالزال خلينا افرجكم وشوفنا نعمل طبعا يا اخوان زي ما تشايفين الحمام هاي ها صلاة النبي لسه ما افطرت لسه ما افطرت انا ايش بدي اعمل يا اخوان عشان تكونوا عارفين بدي اكنس اول اشي تكنيسة اولية ركز معي مني تكنيسة اولية طبعا التكنيسة الاولية هاي هتطلع بلاو زركة هنضف صح هرش الارض في البودرة التعفير اللي قلنا لكم عليها هرشها كاملة هخلطها بمي ورش الارض كامل واطلع اللسطول برا ان شاء الله اذا كان معي وقت هطلع اللسطول برا كليتها وحعمل نظام جديد في اللسطول تمام هذا الحكي سهل بس التطبيق الصعب يعني ابي يوسف هيكنس اول وجه بعدين حيرش الارضية كاملة في بودرة التعفير محلولة بمية يعني حرش خلنحك مبيد حشري مش ما بيأثر على الطيور بس بيأثر على الحشرات حرشه كامل وحرش كل شي موجود في الخشة كامل تمام وحغير نظام اللي قنون بالنسبة لابي يوسف او بالنسبة الي كمشاهد انه عادي يا زلمة شو اللي بدك تعملوا انت بس التطبيق يا اخوان والله العظيم صعب اقسم بالله هتعب الحلقة هاي فيا صديقي يعني لايك لايك اقل شيء انك تحط لي وكلمة حلوة منك تذل على حسن اخلاقك ومحبتك النا ولا القناة تمام حسا خليني ابلش اطلع الاسطول اولش خليني اطلع الاسطول احسن لي اخوان ابلش بتطلع الاسطول عشان انضف مرة واحدة بدل ما انضف ارد اطلع الاسطول وزي هاي خلينا بلش اطلع الاسطول ونرجع لكم بالفيديو خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طبعا زي اخوان زي ما شايفين طبعا عشان تكونوا عارفين اليوم درجة الحرارة السيارة مبينها على العداد السيارة 35 يعني الجو اليوم حامل كل مرة كان يكون الجو 40 سوار بين يعني كان يكون اخر اسبوع او اسبوعين كان الجو يكون سيتبع الفوكس كان يكون الجو اخوان 24 25 24 فالفترة هاي الجو حامل يعني خلقزينكوا نار بس الحمد لله خلصت اول شي شي للسطول ضل علي اخوان هسا لازم اطلع هاذ هاذا مش هحتاجه عندي هاذا مش هحتاجه اولا بلمز بالكثير ثانيا ما اخذ حيز راح اطلع برا وارجع لكم خليكم معي طبعا زي ما انتم شايفين فضيتها كاملة فضيتها كاملة اخوان وفكت فكفكت الخشب اللي حواليها لاني كل الخشب هاذا بدي ايها قلت لكم اللي الواحي بدي احتمال احتاج اشي من هان كمان برضو راح اخدوه من اللي الواحي هسا اخوان راح خش مرحلة التنظيف الكامل بالمشحاف مش بالمكنسة بالمشحاف علم نص الخش هاي بالمشحاف وارجع عليها بالمكنسة وبعدين ارش ايش بالدواء تبع الحشرات خليكم معنا اشتركوا في القناة 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 وا 부탁 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهان تحت خنقة خنقة ووضع بالمروح. بس اخوان لو بدكم صحيح كان لازم اعمل هيك. كان لازم اعمل هيك. واضف الوضع كامل وارش الارضية كاملة. عشان يطلع كل شي من الحمام. اذا فيها اشي. طبعا اشي طبيعي يكون فيها يعني. اللي بقول لك مفيش ولا اشي بحمامي ها ضد رب داري. مستحيل يعني. تلاقي طير ما في دبان ما في شغلتاي. بس في ناس يعني بدير باله اكثر. اخناقتي اخوان بوقف شوي. وبنرجع نشتغل شوي. يعني بقى تطلع شوية قبل نص ساعة. مش قادر. وبرجع شوية ما في مزي.انيك مفيشاك. هل سبقar؟ اما بما في من رجال. اشتركوا في القناة 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 ها نخلق لنا الحماس. رشي على الحطان كمان هول اخوان. انو الحطان برضو ايش ها. اخوان مش مساعدة معي بس سيرا الحمدلله. طبعا الزوايا انا رشيت فيها. هنا بالرد نزيد على الزوايا هون هيك. طلع لون الميتة. لون ها بيض. لون الدواء. يعني امرضي. ايه كيف وقعت? والله العظيم اخوان دي اشي كان ماشي هان توقع. حيلا حيلا. هاي 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 واحدة طبع. دبانة دبانة. وين شاردة? وين? طلع وين شاردة? طلعت. دبانة حمام طبعا هاي اللي شاردة. ايوه هيك. نفضة الدنيا كلها هو الحضير الكامل. الله اكبر والعزة لله ولا اله الا الله وحده ولا شريك كلام. اللهم وراء الادام. انك لا تفلف من ميعاد. نسمع الادام ما باب. موسيقى 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 طبعا اخوان هسا راح نبلش بصف التنة راح اعمل الواجهة هان وهاي الواجهة زي ما هي حضرها هيك طبعا في حمام بيضة هان والواجهة هاي حزبطها الطريقة حتكيفوا عليها خليكم معي خلينا نبلش في التصفيت تبع الاسطول اشتركوا في القناة 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 اربعة خمسة ستة سبع تمانية تسع عاشر عداش تناشر جوز والسطول الفوق اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اطناش اربعة اطناش ستتاش ستاش يعني يقول تمنة جواز تمنة جواز وطناش تمانية وطناش قدي شايفيه جوز اخذوا قين شايفين اخذوا عينتين هذول الجوز حظهم حلو ليش لانه اخدوا اربع اربع تنكات اتى في حل غير هذا بيوسف انك تستخدم انك تزود المكان يصير التنكتين هذول الحال ما في حل. هذا افضل حل. خلص. في جواز باخده اربع تنكات. والجواز التانية بتاخد تنكتين تنكتين. طبعا وارد جدا انه في جواز تانية كمان. اه ايه مش قادر يمسكها. وارد جدا انه في جواز تانية ممكن تفوت مع الجوز هدول عادي. ما في خوف. بس ايش? كل جواز ما اخد تنكتين الو. عرفتوا كيف الفكرة? ايزا ما انت شايفين? اي في فحلفات على الجوز التحت هدول. خلص اي في جوز اخدوا قن التحت. وشوي شوي بتلقى الاجواز كلها اخدت بعض. في اخوان بصراحة اقسم بالله اخوان تعبت. فبالله عليكم يا اخوان اللايك. بس بقدر التعب اللي انا تعبته فيها. خلينا نطعمي الحمام عالسريع. يلا. خلصت جوة بس برا لسه ما خلصت زي ما انتم شايفين. بس هلسه مضطر اطلع. مشوار بدي اوصل شام بنتي على على الروضة. حطينها بروضة مش روضة هاي بفقولها كأنه اللي قبل الروضة. بد اوصلها. اليوم السيارة مالك اليوم جاي بدري. فالسيارة معي. ده اطلع اوصل بنتي اخوان. وارجع اكمل الفيديو في السلاكة او في غرفة الزج. مش عارف اصلا اذا معي وقت اني اصور في اذا اذا الفيديو هاضه بكمل انه نصور في الغرفة الثانية ولا لا بس ما بعرف. بس بس لما ارجع بصير خير. ده رح اوصلها وتحمل واطلعي الكويش مع اللي منضيف انخش على غرفة الزج. بس يا اخوان والله العظيم تعبت في الفيديو هاضه. فبتمنى منك حط اللي لايك. خلينا اشوف. اذا انت شفتني تعبت وعملت اشي منيح. حط لايك. اذا ما شفتني تعبت وما عملتش اشي منيح. يا سيدي لا تحطش لايك. انا موافق. ما بديش منك لايك. اذا شفتني ما تعبت واللي انا عملته اشي طبيعي. لا تحط لايك. طبعا كل هذا كل هذا اشتغلته لحالي والله العظيم ولا حاجة ساعدني بالمارس. هي يوم الاجواز. ما شاء الله عليهم. طبعا اللي فراخ كلها شلتها. ولا فرخ ولا اي اشي ولا بيض حتى فيه. عشان تكونوا عارفين. ولا حتى فيه بيض. تمام? اللي كان بايض هنا كله شلت بيضه. نزلته على الطحضين تحت. واشي اصلا كبيته لانه جديد. تمام? وهنا فيه اكمل جوز بيضات بس. الحمام بترجع. فلنفترض انها بتشتغل من اول وجديد هسا الحمام. عملنا له النظام جديد. بترجع تشتغل من جديد. وامورنا ان شاء الله مية بالمية. كان فيه عندنا مرض. اخلصنا منه. شلناه من جدوره. ولا فيه طير مريض. ولا فيه فرخ مريض. ولا فيه اي دود. ولا اي حشرات حاليا. فان شاء الله وضعنا حيكون مية بالمية ان شاء الله. زبطنا الوضع وتكتكنا الامور. والامور زي ما انتم شايفين يعني هذا افضل نظام ممكن اعمله للاجواز بصراحة الايام هاي. عشان برضو الجوز تاخد راحتها واحنا ما نكشفهم. وما يظلهم قلقنين منا. وبعيد عن مضرب الهوى بالشتاء. ديروا بالكم. بالشتاء. بعيد عن مضرب الهوى ولا بيأثر علينا الهوى. ولا بيأثر علينا البرد. ولا بيأثر علينا اي اشي. وهان نفس الاشي بعيد وهان بعيد. بينما الوجه هيك. يعني اذا بتتذكروا معت عندي فراخ كثير بسبب الشغلة هاي ايام ما كنت حاطين بالوجه. بينما هيك ان شاء الله الامور احسن. ان شاء الله الامور احسن. ان شاء الله يعني الله يوفقنا ويوفقكم. طبعا لحد هون بنكون خلصنا الفقرة عند الزواجل. اذا معنا وقت الفيديو راح نروح ع غرفة الزق. بس مش راح هنضفها لاني تعبان. راح اطلق عليها محمود ومحمود. اليوم او بكرة ما بعرف بالضبط انت بس راح اطلقهم عليها بسوها. خليكم انا.